اهلا بجمهور هنا العظيم وحشتوني كتير وبشكركم على التفاعل الجميل وبقول لكم بجد انتوا احسن ناس في الدنيا ويا رب قصتنا النهاردة تعجبكم ويلا بينا نبتدي القصة لا معلش عيد الكلام تاني كده عايزني اتجوز مين بصيت لي بابا ولا مش مسدق ماهونا لا اما اسمعت غلط يا اما هو اكيد بيهزر عايزك تتجوز ميرال اهر غريب في كده يا جاسر بطل هزار بقى يا بابا انا بتكلم جد بابا انت اكيد بتهزر صح اصلي منهاش معنا لكده انت عايزنا انا الدكتور جاسر رضوان اتجوز ميرال دي مالها ميرال بنت عمك وزي الامر بابا ميرال دي ميكانيكية عايزنا اتجوز واحدة بتصلى حربيات وده لما دلعها اقول لها ايه يا زرادية يا ابني ميرال دي مهندسة بس ايوه ما ده يدل على انها غير متزن عقليا يا بابا اصلي ما فيش حد طبيعي يسيب الهندسة ويشتغل ميكانيكي ده يبقى جنان رسمي وانت مالك بشغلها المهم اخلاقها ورقتها رقتها يا عم ده انا اخر مرة بكلمها قالتلي اصلا دي ما تنتمش لجنس الستات اصلا ولا الرجالة والله دي نوع تاني غريب لسه ما اكتشفهوش بني ادمى بدماج كلب من غير كلام كتير يا جاسر انت هتتجوز ميرال وخلص الكلام انتهى الموضوع لا اما تتجوزها يا اما مش هتشم مالين من فلوسي وخلي الطب يأكلك يا دكتور بطلت احكي يا ميرال اسفة يا ستا والله بس كلامك دحكني دي نقطة الموسم دي ولا كتبة ابريل واحنا في شهر يناي مش كتبة ولا حاجة يا ميرال انت هتتجوز ابن عم الجاسر انا وعمك اتفقنا على كل حاجة خلاص مادمت اتفقت معه اتجوزوا انت ليه تبتلين انا بيه بنت عيب دي طريقة كلام طبعا واحدة شغالة في ورشة هتتكلم ازاي يعني انا بس كتلي كتير يا ميرال بس دلوقتي لازم انت ليه تسمعيني ولازم تسمعي كلامي اللي هو هتتجوزي جاسر وإلا هاخد منك الورشة وهرميكي ببرز بيت وايونها دمعت وقالت كل ده علشان الخرع جاسر وانت ما لقيتش غير واحد خرع زي ده تجوزه ما الخرع ده هو الوحيد اللي رضى بيك وبأسلوبك الغريب ده أسره البسه يدوه ما حسن من كده عمك وابنه جايين بعد شوية وبعد ساعتين كنت قاعد جنب عمي وبابا ومستنى عرصة الندامة تظهر اقسم بالله لندمها على اليوم اللي وفقت فعلية طبعا دلوقتي فرحانة وهي هتلاقي في واسمتي فين مش جاسر الدنجوان اللي يتجوز ميكانيكية وكانت ميرال وقفة قدامي القهوة وهي بتقول أنا هندم عرص الندامة على اليوم اللي فكر فيه تجوزني وبعدين مسكت علبة الملح وهي بتبتسم بخبص وطلعت ميرال فبصت لها بصدمة حسيت عناية واجعتني بسبب التلوث اللي هي لابساها مشجر على مشجر في شرع مين ده دي جريمة في حق الموضة قصت لها بقرف ويا بيتقدم القهوة ولسه أشرب القهوة ولما لقيت أبويا كب كل القهوة اللي ببقه وقال ليه القهوة فيها ملح وحطت ميرال إنها على بقها وقالت لما أخذ يا عم أصلا حطيت ملح بدل السكر ولا يهمك يا حبيبتي يلا هنسيبكوا سواع عشان تتكلموا وتتفهموا أبويا أخذ عم ومشي وسبني مع عروسة الندامة بس أطلها بقرف وقلت افتكرت إنك هتقدر تعملي موقفك السخفية لا كنت هامي بس في آخر لحظة افتكرت إنك خرع ومش هتستحمل لما أنا خرع اللي عايزة تتجاوزيني غمزت لي وقال معلش أصر الرجالة قالت أوه في مصر وده سبب أزمة لنا فهتطرق بالبيك لا ما هو بش أنا بك ده مصر مش محتاجة رجالة تاني كيف هي أنت عليهم وكانت هتتكلم لما عنيها فجأة لمعت وقالت لحظة لحظة هو أنت بتقول أنا اللي عايزة تجاوزك أيوة أبويا جابني هنا بالعافية وقال لي لإما تجاوزك لإما مش هشمي مالي من فلوسه وأبويا كمان هددني إنها هياخد مني الورشة لو ما وفقتش بصت لب صدمة وكملت يعني أهلنا خدعونا ما حدش فينا عايزة تاني أنا هتكلم معهم ولسه هتقوم مسكت إيديها وقلت انت هبلة ما فهمتش لسه هم مصممين على الجوازة دي ولو ما وفقناش هنتبهدئ وأنا مستحيل أتجاوزك وأنا مستحيل أتجاوزك ولسه هتقوم تاني سحبتها فوقعت على الأنتراه بصت لب صدمة وحاولت تقوم بس أنا سبتها ما شفتش الرعب اللي في عينيها مني كل اللي أخد عقلي عينيها أول مرة أخد بالي من لونهم عينيها كانت رمضة ووسعة بتجذبني بشكل طبيعي ما حسيتش بنفسي وقربت منها جاسر بتعمل إيه لقيت بابا بيزعق فيه قمت بسرعة وأنا بقول أهزرني يا بابا ما قدرتش أقوم جمال عينيها أنا بقول نصرع في الجوازة دي شوال ابتسم عم وابو وقال أبويا ماشي يا سيدي نصرع في الجوازة إيه رأيك نعمل خطوبة بكرة أنا محدش أخد رأيي ليه هو ناكيز جوافة ولا إيه قربت منها وبقول إيه يا ميمي بس يعني مش كفاية الوضع اللي شافونا به اتنين غيرهم كانوا قطعوا رأسنا ما هو باين أننا بنموت في بعض حطيت إيدي على كتفه وقلت ماشي يا بابا نعمل خطوبة بكرة بس أنا لسه ما جهزتش حالي للفستان ولا الميكا يا حبيبت انت لو لبست العفريت هتبقى أمر ودو خطوبة يعني ما تتحبكهاش تسمت بخبص وقل بقى كده ماشي وتاني يوم بالليل كنا عاملين حفرة خطوبة عديق في البيت كده ومعزمناش إلا المقربين بس بصيت لمرار بغيز وقلت أنا لما قلتلك إن حتى العفريتة هتطلع عليك حلوة كنت أقصد أجاملك يا غبية في حد عائل يحضر خطوبته بعفريتة إن كان عاجبك يعني وبعدين انت استغلتني علشان مصلحتك وده كفيل إن نقل بحياة الجحيم يا دنجوان عصرك وخلصت الخطوبة على خير وبابا وعمي تقبلوا أي متصرفات طلعت مننا لمرار وهم كل همهم إننا نتجوز وأنا هلعب معاهم اللعبة دي خير على فين؟ والحد هنا خلصت حلقتنا النهاردة ويا رب يا رب أتمنى من ربنا إن هتكون عجبتكم ويا ريد ألاقي كتير تفاعلات ولو أنت لسه ما اشتركتش في القناة بتمنى منك إن انت تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكون وتنزل تعمل للايك وقومنت حلو زيك واتمنى من كل اللي يعجبهم الحلقة يعملوا شير في كل الجروبات وشير على الفيسبوك وعلى التليجرام ودمتم سالمين أشوفكم على خير الحلقة الجاية من أحبابتو ميكانيكية للكاتبة الجميلة سولايا نصار دمتم سالمين سلام ترجمة نانسي قنقر